اخر اشي رح نحكي عن اللي هم ضمائر الملكية وزي ما حكينا انه في حالات بالقواعد اللي هم وبناء عليهم بنضيف نهايات لهدول الضمائر بالنسبة للأسماء اللي بتكون أداة تعريف هدير أو دس فهيك رح تكون رح تكون نفسها لو كانت داة تعريف الاسم دي بس باضافة ا بالاخر ما عدا عنا ضمير اويا اويا رح نشيل الاي الاضافية رح نشيل الاي قبل الار ونضيف ا بالاخر فرح تصير اويا كانت اويا وصارت اويا بالنسبة للأكوزاتيف لما تكون أداة تعريف دير فرح نضيف اي ان لنهاية ضمير الملكية بتصير اش هون رح نشيل الأي الإضافية زي إيغن لما تكون أداة التعريف دي رح نضيف أ إضافية لآخر كل ضمير ملكية لما تكون دس فرح نترك الضمير زي ما هو رح تكون ماين داين زاين إي أنزع أويا إي بالنسبة للداتيف لما تكون أداة تعريف الاسم دا فرح نضيف لكل آخر كل واحدة أم إيش ماينم دو داينم أ زاينم زي إيغن فيا أنزغن إي أويغن برضو رح نشيل الأي من هون زي إيغن لما تكون أداة التعريف دي رح نضيف بالآخر أ أر ماينة زاينة إيغا أنزغا أويغا وإيغا لما تكون أداة التعريف دس رح نضيف أم زي ما ضفنا لما تكون أداة التعريف دا ترجمة نانسي قنقر